نأخذكم الآن مع الفقرة الاقتصادية ونستهل بتسجيل العملة الأوروبية اليورو هبوط تاريخي مقابل الدولار جراء مجموعة من العوامل والأسباب طبعا أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا ومخلفته من تداعيات قاسية على الاقتصاد الأوروبي والعالمي نعم كي تأثرت العملة الأوروبية مشاهدين الموحدة بتأجج المخاوف من الوقف التام لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا وتحديدا نقول إلى ألمانيا وذلك بعد قلق الحكومات في الاتحاد الأوروبي من احتمال قطع الامدادات عنها بشكل كامل نتابع في هذا التقرير ثم نعودها قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية بيوم واحد كانت العملة الأوروبية اليورو تساوي دولارا فاصل 12% اليوم بالكاد تعادل دولارا واحدا هبوط تاريخي لليورو انعكس تضخما لامس 8.6% وانخفاضا في القدرة الشرائية تسببت به تداعيات الحرب المباشرة على سوق النقد العالمي بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أوروبا بنحو 40% الأوروبيون الذين تأخروا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح التضخم يخشون تفاقم الأزمة أثرت منطقة اليورو حتى الآن مقاومة للصدمة لكننا نعلم ان اقتصادنا يبحر في بحر عاصف فالغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تراجع الثقة مما رفع معدلات التضخم وتسبب في صعوبات اقتصادية عالمية المفوضية الأوروبية دعت دولها إلى اعتماد سياسات تعزز الاستقرار وعلى الدول الأعضاء تحضير انفسهم إلى وضع قابل للتدهور بسرعة أزمة انخفاض اليورو وارتفاع التضخم في أوروبا بدأت تنعكس تراجعا في ثقة المستثمرين هؤلاء باشروا بالاتجاه لتفضيل الاستثمار في الولايات المتحدة حيث الدولار قوي وأسعار الفائدة مرتفعة ارتفاع أسعار الفوائد على المستوى العالمي سينعكس بحسب تقرير للبنك الدولي على قدرة الدول الضعيفة على سداد الديون المتراكمة أو الحصول على ديون جديدة ما سيؤدي بهذه الدول إلى أزمات خطيرة تضاف إلى ما تعانيه أصلا من ارتفاع في أسعار النفط والحبوب منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات الحرب في أوكرانيا بدأت بالتأثير على حياة الأوروبيين اليومية فالمناخ الاقتصادي يتجه إلى مزيد من الغموض والتراجع وينظر بركود وشيك خصوصا مع التهديد بقطع الغاز الروسي عن أوروبا دينا أبي صعب جنيف العالم هذا الصباح مشاهدين بعد ما شفنا معكم رسالتنا من جنيف وآخر تطورات التي وصلها سعر صرف الدولار وكذلك العملة الأوروبية الموحدة وتأثيرها الواضح على الاقتصاد العالمي يسعدنا بالناقش في هذا الموضوع المهم مع ضيفنا بالأستوديو المسشار المالي حامد العميري نناقش مع الآثار الاقتصادية المترتبة على أسعار الصرف للعملات الرئيسية بالعالم وكذلك أهم الأسباب وراء الانخفاض والارتفاع سواء للدولار أو اليورو أحبك طبعا أكيد أستاذ حامد أهلا وسهلا فيك في العالم شكرا لكم وشكرا حقيت الجزاء الكويت يعطيكم العافية طبعا هذا الموضوع اللي الآن قاعدين نشوفه تراجع اليورو وتقاربة يعني مثل نقول من الدولار الأمريكي شنو نقدر نحن نعول هذه التراجعات يعني نتكلمنا عن الحرب الروسية الأوكرانية غيرها شنو ممكن تكون تأثيرات أثرتها يعود تراجع اليورو إلى أمور أساسية تسببت فيها الحرب في روسيا الحرب الروسية الأوكرانية كان لها آثار على السلسواق العالمية بشكل عام وبالذات على مخاطر إمدادات النفط وبالتالي دفعت أسعار النفط إلى ما فوق الـ 120 دولار وهذا طبعا يؤثر بشكل عام على السوق العالمي ولكن يؤثر بشكل خاص على السوق الأوروبي كون روسيا أكبر مصدر للنفط ومنشتقات النفط لأوروبا والحرب الروسية الأوكرانية على مشارف يعني على بواب أوروبا وبالتالي نشبت مشاكل بين الجانب الأوروبي وجانب الروسي مما دعا الجانب الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد روسيا منها قطع أو عقوبات على النفط الروسي والتخفيض التدريجي للغاز وهذا طبعا دفع أسعار الوقود في أوروبا إلى مستويات عالية وأسعار الوقود هي أساس أسعار السلع والخدمات وبالتالي دفعت التضخم إلى آخر قراءة كانت له 8.6 وهذا رقم غير مسبوق في منطقة اليورو وهذا طبعا زاد من مخاطرة أو احتمالية دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي نعم سيد حامد هذا النزول وهذا الهبوط مثل ما ذكرت هو غير مسبوق ولأول مرة منذ نقول 20 سنة يعني من 2002 تحديدا أول مرة اليورو ينزل إلى حتى ما دون الدولار الأمريكي ذكرت أنت أسباب كثيرة هل من ضمن الأسباب هو تأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة أشكرك أخي بنصور فعلا هي مو أول مرة هي هو انخفض دول الدولار لأول مرة من 20 سنة لكن انخفض من أول دولار ودخل في مشاكل طبعا في 2012 المشاكل اليونان وأمم في ذلك لكن مسار اليورو يعني ماذا سيحدد هذا المسار هي في نرجع أسباب الرئيسية كانت الحرب الأوروسية الأوكرانية فالتساؤل هذه الأمور على الأرض وتطورت على الأرض سيكون لها الأثر كبير هل سيكون في حل سلمي حق الحرب القائمة وهذا سيكون لها الأثر الإيجابي أو ممكن تساقر رقعة الحرب ودخال النيتو وهذا سيكون لها الأثر السلبي ولكن هذا من جانب السياسي أما من جانب النقدي فهناك موضوع التضخم التضخم يحتاج تدخل سريع من البنك المركزي الأوروبي وسمعنا كريستين لغارد رئيسة البنك المركزي تصريح أن هذا الأسبوع سوف ترفع 25 نقطة وفي سبتمبر سيكون 25 نقطة ولكن التساؤل هل هذا سيكون كافا لكبه جماعة التضخم ومقارنة بما فعله الضفة الثانية من المحيط الفدرال الأمريكي كان تدخل قوي كان تدخل 75 نقطة فنسبة لم يرفعها من 28 سنة صحيح وبالتالي كان تدخل الفدرال الأمريكي قوي 75 نقطة والمتطلع في شهر جولاي أن يرفع 75 نقطة ثانية واحتمال وفي حديثنا حتى يكون الرفع 100 نقطة فنرى التعامل الفدرالي الأمريكي وقوة تدخلها لكبه جماعة التضخم فالسؤال هل سيكون هذا على نفس الوتيرة في الناحية الثانية من المحيط في البنك المركزي الأوروبي هل سيكون تدخل قوي 25 نقطة يعني لا أحد يعرف طبعا نسبة الفائدة في أوروبا لم يتم رفعها من أكثر من 11 سنة فهل سيكون 25 نقطة كافة هذا يبقى وهذا فعلا سيحدد مسار اليورو سواء برتفاع أو في حال أن يستمر بالنزول أو أن يصح مسارها ولكن هذا من الجانب البنك المركزي الأوروبي ولكن هناك أيضا الفدرالي الأمريكي وتعامل الفدرالي الأمريكي مع الدولار أو إجراءات التحكم في التضخم سيكون لها الأثر على اليورو نحن نتحدث أفضل 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 أن هذه التأثيرات وهذه التحركات وهذه التخطيطات كيف سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي بشكل عام نحن ممكن أن نتضرر نعم سؤال ممتاز سأكون لها أثر كبير نحن نتحدث عن العملتين العملتين الاحتياطيتين في العالم يعني الاحتياطي العالمي من العملة للدولار نتكلم على 6 تريليون ونتكلم على الاحتياطي من اليورو 2.4 تريليون نتحدث على يورو مسؤول عن 37% من دفعات التجارة العالمية نتحدث عن منطقة اليورو تفوق 17% من التجارة العالمية لها تأثير ثقيل على التجارة العالمية ومسار رؤوس الأموال عندما نحن نتكلم الآن أنهم انتعادل سعر الصرف ونحن نتحدث عن منطقتين الأثنين يمتساوين في التصنيف الإتماني نتكلم عن ما يسمى بالعديم المخاطرة أو زيرو ريسك أمريكا وأوروبا فبالتالي انتساوى في سعر الصرف وتساوى في التصنيف الإتماني فأين سيكون التفاضل؟ سيكون التفاضل في العوائد وإن كان تدخل مثل ما رأينا البنك المركزي أو الفدرال الأمريكي في تدخل القوي لكبح جماعة حلل التضخم ورفع 75 نقطة فماذا يعني هذا؟ سيكون تباين في سعر الفائدة بين الدولار واليورو فإن تساوى في الصرف وتساوى في التصنيف فسيكون الأصول المقومة بسعر الفائدة عوائدها على فمن سوف تؤثر على انتقال رؤوس الأممال من المنطقة اليورو إلى الدولار فأكثر من عامل أكثر من عامل طبعا طيب سيد حامل الآن المتابع الجيد لسوق العملات الرئيسية نقول عندما يركز على اليورو بعد انخفاض الكبير من 20 سنة سيكون هناك توجه كبير لشراء اليورو بعد انخفاض الكبير هل تنصح بشراء عملة اليورو في هذه الأيام؟ أخي مصور من المهم جدا أن يعرف المشاهد الفرق بين استثمار في الأسهم وبالاستثمار من الأسهم في منطق يسمى buy the dip يعني اشتر عندما يخفض وهذا لا ينطبق على العملات ولنا في اليورو مثال في 2012 عندما حدثت أزمة اليونان وكان الحديث عن ما يسمى بالكنتانجين افكت أو العدوى المالية للإفلاس التي قد تذهب لإيطاليا وتذهب لإسبانيا واحتمال حتى خروج أرماني فكان في ذروة مشاكل اليورو كان مستوى اليورو 350 في السباكب فاليوم كان هذا أوج مشاكلها اليوم دون ذلك حتى قبل النزول الأخير دون ذلك فالشراء بالنزول للعملات لا بد أن يكون في الحذرة ولكن طبعا نحن نتكلم منصور على الشراء المباشر لا نتكلم عن المشتقات أو العقود وهذا طبعا لا أنصح أي أحد أن يدخل فيه جميل إذا نعطي نصيحة المشاهد مثل ما تكلمنا قبل شوية هذا شيء قاعد يأثر على جميع الاقتصادات في جميع العالم نحن هنا بالكويت ناخذ الحذر كيف حالا بالكويت بفضل الله الحمد لله وسياسة البنك المركزي الكويتي الكويت شالت الحاج عن الكويتين ومن يحتفظ بالدينار الكويتي الدينار الكويتي مربوط في سلة عملات حتى لو نرى انخفاض اليوم مقابل الدولار 11% ولكن الانخفاض أمام الدينار كان أقل كان 9% فارتباط الدينار في سلة عملات هو بحد ذاته توزيع المخاطر هو بحد ذاته يعني دولار ارتفع في مؤشر الدولار دي أكس واي من بداية السنة للحين مرتفع 13% لكن مقارنة بالدينار مرتفع 2% فنرى أن المصدات هذه يعني حماية حق الكويتين وحق العمل الكويتية وأعتقد الأمثل والأفضل أن نحتفظ بالدينار الدينار الكويت الحمد لله هو أفضل وأقوى عملة لو بنرجع إلى التحرك المتوقع من قبل البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة حتى يعود سعر العملة الأوروبية إلى سابق عهدها أنت ذكرت قبل غلي بأن من 11 سنة ما تحرك البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة نعم يجب توضيح أمر مهم في منطقة اليورو وتحدثت عنها كريسين لغارد قالت هناك ما سمته فرقات أو فرقات بين دول الأعضاء في اليورو نعم الحراك الأخير أثر في اليورو ولكن فعلا اليورو يحتاج عمل اليورو ليس كالدولار الدولار حكومة مركزية واحدة قطاع تنظيمي واحد وقوة عسكرية تدعم هذه الجامس أما في اليورو بالمرة مختلفة لو رحنا الاتحاد الأوروبي 27 دولة الاستحاد الأوروبي غير عن الناتو اللي هو الرجال العسكري هم 30 في دول مضمن اتحاد الأوروبي ولو رجعنا حق الاتحاد النقدي 19 دولة مختلفين فبالتالي هذا يعطي العقار الأمريكي يكون أقرب للتأثير من القرار الأوروبي فهناك أمور في جانب الأوروبي تحتاج معالجة طبعا السوق العالمي يحتاج إلى عملة ثانية تكون كاحتياطي واليورو يحتاج إلى بعض هذه الميكانيكس من جانب الأوروبيين قراءتكم أستاذ حامد بشكل عام نقدر نقول بحكم معرفتكم بالتاريخ اليورو متى كانت آخر من كفاضاته وعلى مستوياته السيناريوهات القادمة يعني شنو نقدر نقول أنه رح يكون توجه بشكل عامل نحن في عالم المال يسمى الأنسيرتينتي أو الضبابية يعني عدم الوضوح نحن دخلنا في أجواء عدم الوضوح فعدم الوضوح لا تعرف أين القواعد لا يمكن التنبؤ فيها فمن الصعب الحين أن نجذب أن سوف يكون تصحيح لليورو لأن لو أخذنا في الأساسيات كل الأساسيات تقول أن المفترض الدولار ينخفض يعني لو رأينا أغلب بنوك الكويت أصدرت سندات لتدعم أو سندات أو سكوك لرأس المالية لتدعم رأس المال بالدولار تنبؤا من الوضوح أن ينزل الدولار ولكن لم يحدث ذلك بالعكس الدولار في بداية سنة يرتفع 11-13% فهذه نقول الضبابية الضبابية فعلا لا تعلم أين مسار هذا يعني لا يمكن مقارنة ما يحدث حاليا فيما حدث في السابق في 2012 و2002 يعني هذا صعب لا أزمة 2008 الأزمة الأتمانية مختلفة بالمرة عن الأزمة الحالية تختلف بالضبع سيد الحامد سمتعنا بالحديث معك عن موضوع اقتصادي شيق ومهم جدا لدى المهتمين في الشأن الاقتصادي وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة سعيد جدا بالألتقاء فيكم والف شكرا شكرا